السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا طلاب مدرسة أوريانت الافتراضية لنتابع مع بعض السلسلة التعليمية الإلكترونية لمادة تقنية المعلومات للصفاء الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي القسم العلبي عزيزي الطالب كنت قد تحدثت في الجلسة السابقة عن مفهوم المصطوفة ذات البعد الواحد وقمنا بتعريفها كما هو واضح أمامنا على الشاشة بوسطة جملة الإعلام ديم ومن ثم اسم المصطوفة ومن ثم الماكس فاليو أكبر قيمة أو أكبر فهرس لفهارس المصطوفة ومن ثم as data type ولا ننسى أن الفهرس هنا في هذه الحالة يبدأ من الصفر عزيزي الطالب يوجد تعريف آخر أو طريقة ثانية لتعريف المصطوفة هي من خلالها بتفيد الناس أو الطلابين اللي ممكن يخربطوا بعدد عناصر المصطوفة مقارنة مع فهارس المصطوفة يعني في طالب بيقول لي استاذ والله أنا مضيع يعني الفهرس عندي أعلى فهرس هو تسعة وعدد العناصر عشرة كيف صارت عشرة بقول له يا ابني الفهرس صفر هو له قيمة وهو عباء بمثل موقع وهذا الموقع هو الموقع الأول والفهرس واحد بمثل موقع وهو الموقع الثاني وهكذا إلى الفهرس تسعة هو موقع بمثل موقع العاشر بقول له عشر عناصر بقتنى معي وبعد فترة بيرجع بيقول لي اشلون صارت هالعملية هي وبيخربط فلذلك بالنسبة للأشخاص اللي بدأت تشتغل بالفيديو البيزيك يمكن التعامل مع عناصر المصطوفة كما هو وارد أمامنا في طريقة التعريف ويوجد طريقة ثانية تشير إلى عملية ترتيب أو فهرس للمصطوفة أو لعناصر المصطوفة بدء من الواحد وليس من الصفر حتى يتوافق آخر فهرس مع عدد عناصر المصطوفة دعونا نشاهد كيفية تعريف تلك المصطوفة بالطريقة الثانية طبعا نفس جملة الإعلام نستخدم ديم ولكن بداية خليني بس أشير للمصطوفة الموجودة فالذكر أنا راح أستخدم نفس المصطوفة تماما المكونة من عشرة عناصر وكان اسمه F نفسه تماما أنا راح أنتم سميه F إذن كنا في الجلسة السابقة أشرنا إلى الفهرس بالفهرس أو ابتداء بالفهرس صفر أما في هذه الطريقة سنبدأ بالفهرس واحد إذن الموقع الأول راح أعطيه الترتيب واحد والموقع الثاني راح أعطيه الترتيب الثنين والثالث راح أعطيه ترتيب الثلاثة وهكذا إلى أن أصل إلى آخر ترتيب أو آخر فهرس لعناصر المصطوفة اللي هو الترتيب عشرة في مثالي ولذلك سندعو الموقع الأول أو العنصر الأول من المصطوفة F بF1 والعنصر الثاني بF2 والعنصر الثالث بF3 وهكذا طبعا بهذه الطريقة هي تكون أسهل للزهن والتصور والتخيل منلاحظ أنه هون بوافق عدد عناصر مصطوفة الفهارس المصطوفة أو فهرس عناصر المصطوفة فلذلك يمكن استخدام تلك الطريقة في عملك البرمجي ولكن أنت كطالب في عندك امتحان مطالب أنك تفهم التنتين لأنه ممكن يجيك أسئلة عن الطريقة الأولى وأسئلة عن الطريقة الثانية فلذلك كطالب لابد أن تفهم الاثنتان مع بعض ولكن لما أنت تشتغل في البرمجة فبتستخدم الطريقة اللي بناسبك ما بتفرق إذن هي طبعا المصطوفة الأفقية وكذلك الأمر بالنسبة للمصطوفة العمودية المهم الدليل لدينا أن جملة الإعلام ديم الرينيم اسم المصطوفة ولكن هنا بدل ما نعطي بيقسين أعلى قيمة أعلى فهرس لعناصر المصطوفة هنا بستخدم فرام وان العنصر أبتداء من الفيرس فاليو والمقصود فيه واحد وبكتب واحد تو لاست فاليو إذن حتى دعوني أيضا أقوم بكتابة رقم واحد هنا إذن فرام وان إذن هنا ممكن أشطب على جملة أو كلمة فيرس طبعا هي فيرس فاليو هي القيمة الأولى ولكن أنت دائما تأخذها بالحسبان في فرام يعني بدءا من الوان إذن فرام وان فرام من رقم واحد ما تأخذوني خطي سيء على الكتابة بالماوس إذن منين اعتبارا من القيمة واحد تو لاست فاليو إذن اللاست فاليو هنا تمثل آخر ترتيب لعناصر المصوفة طبعا باعتبارا أنا هون بدأت الترتيب من واحد يعني الموقع الأول ترتيبه واحد فآخر ترتيب هو يمثل عدد عناصر المصوفة عشرة فمعنتها عندي أنا عشرة عناصر للمصوفة إذن بهذه الطريقة إذا قام بسؤالك كم عنصر في هذه المصوفة فأكيد رح تقل له عشرة إذن منطبق المثال بشكل صحيح إذن منطب ديم F بقسين واحدة وعشرة والمقصود في أن هذه المصوفة اسمها F وعناصرها تبدأ بالفهرس واحد وتنتهي بالرقام عشرة as integer يعني منخزن فيها بيانات كأنتيجر إذن الواحد هو الفهرس فاليو الفهرس الأول والعشرة هو الاست فاليو أو القيمة الأخيرة من ماكس فاليو القيمة الأخيرة من عناصر المصوفة وفي المثال الثاني أيضا إذا أردنا أن نعرف المصوفة X يوجد فيها مجموعة من العناصر أيضا يبدأ ترتيب كل عنصر من العناصر من واحد ثم اثنان ثم ثلاث وهكذا إذن الفهرس هنا يبدأ من الواحد ولا يبدأ من الصفر فإذا ما أردنا تعريفها نكتب جملة الإعلام dim ومن ثم اسم المصوفة X ومن ثم بين قوسين إيش بكتب إذن نعم عزيزي الطالب أحسنت ببدأ بالرقام واحد تو كم عنصر عندي سبعة إذن تو سبعة as string وبالتالي قمت بتعريف مصوفة اسم X أول عنصر من عناصره يبدأ بالترتيب واحد وآخر عنصر من عناصره يبدأ بالترتيب سبعة وهنا عندما أقول X2 أي أني أشير إلى الموقع الثاني وعندما أقول X4 أي أني أشير إلى الموقع الرابع وعندما أقول X7 أي أشير إلى الموقع السابع وهكذا بينما في السابق في النوع الأول من المصفوفات كنت عندما أقول X3 فإنني أشير إلى الموقع الرابع لأن الفهرس يبدأ من الصفر إذن بهذه الطريقة نكون قد تعرفنا على طريقتين في تعريف المصوفة الطريقة الأولى تعرف المصوفة بفهرس يبتدي من الصفر من خلال كتابة أعلى قيمة لفهرس المصوفة الطريقة الثانية نكتب من واحدة إلى أعلى فهرس من فهرس مصوفة بهذه الطريقة يبدأ الترتيب أو الفهرس اعتبارا من الواحد طيب التعامل مع المصوفة ذات البعد الواحد في التعامل عن المصوفات أو التعامل مع المصوفة ذات البعد الواحدة يلزمني شيء اسمه إدخال القيم في المصوفة وأيضا يلزمني شيء اسمه إخراج القيم من المصوفة بالنسبة لأدخال القيم في المصفوفة بكل سهولة يمكن أدخال القيم في المصفوفة باستخدام التعليمات المناسبة كما سنرى أمامنا ليكون لدينا مصفوفة A لما قلت له ديم A بين قوسين 5 أس انتيجر فهذا يعني أنه يقوم بحجز 5 أو 6 مواقع في الزاكرة لأنه هون استخدموا الطريقة الأولى بين قوسين أعلى فهرس إذن ديم A بين قوسين 5 فلدي ستة عناصر للمصفوفة وبالتالي يحجز لستة مواقع في الزاكرة وتلك الستة مواقع اسمها ويشار إليها باسم المصفوفة A والفهرس الأول للمصفوفة لعناصر المصفوفة هو الصفر الفهرس الثاني هو واحد وهكذا إلى خمسة والمصفوفة هو آخر فهرس من عناصر المصفوفة الآن أريد تخزين قيمة في العنصر الأول من المصفوفة العنصر الأول ما هو ترتيبه الصفر وبالتالي أشير إليه بA بين قوسين صفر فبكل صهورة أكتب A بين قوسين صفر تساوي إلى القيمة اللي بدي إياها مثلا أنا بدي القيمة أربعة فبقل له A صفر بي قوسين يساوي أربعة وبالتالي يتم تخزين القيمة أربعة في الموقع الذي ترتيبه الصفر في المصفوفة A بدي أيضا أقوم بإدخال قيمة ما إلى الموقع الثاني الموقع الثاني اسمه A بي قوسين واحد إذن اذهب إلى الموقع الذي ترتيبه واحد من المصفوفة A وأدخل فيه القيمة السبعة وبالتالي سوف يقوم بتخزين القيمة السبعة في ذلك الموقع وكذلك الأمر في الموقع الذي ترتيبه اثنان ولاحظت عندما أقول ترتيبه اثنان لا أقول أنه الموقع الثاني أقول ترتيبه اثنان ولكنه يمثل الموقع الثالث يساوي مثلا ثلاثة إذن أقوم بتخزين الرقم ثلاث في داخله وهكذا إلى الموقع الذي ترتيبه ثلاثة من المصفوف A يساوي ثماني أي أقوم بتخزين الرقم ثمانية في ذلك الموقع إذن A بين قصين 4 أي الموقع الذي ترتيبه 4 من المصفوف A يساوي 2 أي خزين القيمة 2 في هذا الموقع A5 أي الموقع الذي ترتيبه 5 في المصفوف A يساوي 11 أي خزين في ذلك الموقع القيمة 11 إذن نلاحظ بهذه السهولة يتم إدخال البيانات ونسمي هذه الطريقة من الإدخال بطريقة الإدخال المباشر قمنا بإدخال البيانات أو القيام بشكل مباشر بواسطة تلك التعليمات ويمكن عزيز الطالب استخدام ما يسمى بحلقات حلقات تكرارية من أجل الاختصار في كتابة الصياء أو التعليمات البرمجية من أجل إدخال قيم عناصر المصوفة وهذا ما سأتحدث عنه في الجلسة التالية أو اللاحقة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته